نرحب بالأستاذة حنال أزرق المختصة في التغذية والحيمية أهلا بك أستاذة ومرحبا أهلا بكم أهلا بكم سمع الكرام شكرا لك دائما على التواجد على الحضور وبما أننا أستاذة يعني بعد أيام قليلة سيهل علينا عيد الأضحى المبارك مبرك عواشركم فكان عرفوا بأن عيد الأضحى يعني هو عيد يعني من غير جانب الروحي والديني فهو يعني المبدأ دياله هو شراء اللحوم سواء الأضحية أو اللحوم أخرى اللي كاتمشي في توجه دي الصحة ديالنا أو للتغيير كذلك مضاقات الأطباق ديالنا لحم البقر ولحم ديال ماعز معك أستاذة ليم بنا نتعرف على أنواع هدى اللحوم المختلفة الفرق بين كل نوع والخصائص والمميزات ذلك طيب كما في لوحتي يا شنا معاك سأره مجدى اللحوم وهنا كنين ناس اللحومubsع البقر كنين ناس اللحوم المحضر بانه يأخذوا الأحمي بقر نك هنا نحن نعلم بعد خطائص الغذائية لكل دها هم محمود نك هنا نبدأ اللحوم الحمراء او جنرال هي عبارة عن اللحوم 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 Berzov نك هنا نعلم بعد الخطائص الأضحى عالية ونك نعلم عن البرتغيير الأحمراء الأساسية يستجلي هالجسم كاملة يعني كنتم تريد لحم البقر كي يجب منه كمية دي الأحمد الأمينية الأساسية يستجليها الجسم باش يكون لها العضنات من النوم من تختلاف بانتبال البروتينات بانتبال لحم البقر ولا لحم الغنم ولا لحم المعز وما فيش اختلاف كثير من حيث الكمية دي البروتينات اللي كي تغفر عليها هاد العناصر الغذائية فقر فرق قليل جداً دي الهو دي القرام مثالي نجينا هالجم لحم البقر يحتوينا الاسبع يشين جرام متلاً دي البروتينات في كل نسي جرام كل قطع في نسي جرام يشين 17 جرام دي البروتينات متلاً احنا خارف كيش من 18 جرام يشين فرق ليوا كثير جداً مه بمثل السكريات سكريات عادة هالجم السكريات جا اللحوم ما ترونش حاجات مثال السكريات يعني الوغغام دون سكر ما كايش وكان يتبع الناس مثل لهم مرضى السكري فمثلا في عيد الأضحى يمشي حبلوك يتمشي ناخد لحمل للناس ربما فيش السكر ما ناخدش لحمل الخارف ولانا ما ناخدش لحمل اللي بجري مثلا هذا غالط كبير ربما كيش فيه السكر بطاتا لإن كان من يأخذوه نحن علاش كنركزوه مثلا بالمرضى السكري كنسبل لحمل الحمراء اللي في عامل خارف كنركزوه لأنه كيحتوي على كميات وافرة من الدهنيات دهنيات 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 كيحتوي لنا مثلا 100 كرام كيجي مثلا 50 كرام جزدهنيات وهي كميات لديها كثيرة جدا وإذا جنا نشوفو مثلا نحن البقار مثلا كيجي 100 كميات لديها أقل كيجي 15 كرام مثلا جزدهنيات لك هنا بمثبال اللحم اللحم الخارف كميات اللي هي وافرة دهنيات اللي يأكل عنا في هذه اللحم الحمراء هي الدهنيات المشبعة دهنيات المشبعة يعني الدهنيات اللي هي ضارة كصوح الكيمية فقط اللي يجيبها الجسم دينا نجيبها 10 ولكن في العيد الأضحى حسب العادات لغيد عائلة اللي تختلف من المنطقة من عائلة العائلة كننا نجيبها كننا نجيبها كل يوم ين تطلع جوهنا لغيد عائلة حسب العائلة يجيبها كميات اللي هي وافرة من الدهنيات هنا بلغيد العائلة اللي عندهم مرض السكري لا يكون فقط مرض السكري يكون كذلك الكوليستيرون يكون هزاة مثلا مثلا نعم وكانت تطلق خاصةO نعم 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 كتكون عنده ردة فعل معينة سواء المرضى او احتى الناس اللي اللي بصحيحتهم او ساد حانين الجيب يحملكم بشكل صboutي أنونا مارض السكري أني يصلحون على الجهاز يشبطوا للحوم بالعب所以�도 أكتبال المستبع البحث وبشكل بأكام الوضع نعم 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 يعني كي يقعوا مشاكل في الطرابات الهضم الطرابات فالهمان حكي الجهاز لظمين منهم اللي في كلكيهية الوافية ولديك ثلث ايام ولواحد يعني كي يستهلك الحم وحد شكل كبير وحنا كنعرفوه يعني الاسر البسيطة والاسر يعني الشعبية يعني وحنا راحنا يعني طلعنا منهما للحنان يعني كي بقعد ثلث ايام واللحم في الغدو وفي العشوف يمكن في الفطور يمكن يعني احتى هاد لعهده السيئة خاصا بالدلوها لان الاصحدي ينا اليوم كتهمنا و سدحانا اكيد اكيد وفي المشكلة ليس فقط نجيبهه الذنوية اللي مشبهة نعم نزوجه الكوليستيرول نعم نعم ندرعي لحنا البقار كي يجيبن بوصعين ميليجرم ديل الكوليستيرول لحنا الغنام كيجبنين ميليجرم تيلشين ميليجرم واتدي كيميط نجد لديك كثير حنا هم دينكس فيش فقط ميليجرم لحن مثلا في اليوم احنا نتواجنا فقط ١٠٠٠ يعني متلسنا في اليد مثلا انجبو كينيك ليه كثير من اللحم يسحيك يكثل كيلو وكيلو مردي اللحم يجبوه يجبوه تل ١٠٠٠٠ ونش هالحاجية دي اللحم يسميه من الكوليستيرون لا تصعده ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ في اليوم لكذا لذلك كي تصابو الناس دائما فترة العيد كتكو لسبيتاليزاتشو فترة هاد الفترة هاد نعم بالنسبة او سلحان الناس اللي كي يخدو الحمد للعجل او اللي كيدبحو العجل بحال ماكينش فرق يعني في البروتينات كمية في الضعون والسكرية والمشيك الحادد والمشيك الحادد كلهم كيجيوونا بقريبا نفس الكميات ١٠١٥ هي كميات المدينة الاختلاف الاختلاف كميات الدهون والكميات الكوليستيرون يحتوي لها العنطر واللحم الغنم واللي كيجيبنا كميات كثيرة من الكوليستيرون كميات المدينة الاختلاف كميات المدينة الاختلاف واختلاف الدهون كذلك حسب القطعة في اللحم مثلا نجيل الحضراء ماشية الظهر الخارف ماشية الرقبة ممكن لها مثلا في خارف عنده نسب نسب تتفاوت في البروتينات والدهنيات وانتجوا على القدية كانت يروح نفس الطعيقين كل مغرقنا تحنف شحمة كل مغرقنا تحنف شحمة كل مغرقنا تحنف شحمة وستدحانا نعم وانتجوش الناس لانهم مرض المقرس نعم ناس لانهم مرض المقرس من الحسن انهم يتفادوا ويكلوا ذا ماكينية وفي الاحنف في السكترة العيدة ياخدوهم الراف بغنون كتيروش بجميل حموش من تناول اللحم حيثرا ميك نعبره اللحم الحمراء وكان ابروه البروتينات الحيوانية وانتجونات نعبره الارتفاع وميك نتلعنا لعصيدوريك ويكون على مرض المقرس لانك يجيهم لايستر الالام لحد وميك نتلعنا مرض المقرس لان الناس يمكن تبعيش حمية الغدائية يقدر لايستر يقصر يكون عنده مضاعفات يقدروا كثيرا الكلاوي اليوم نعم 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 والاضحية كذلك لانها مهمة هذه المسألة ان شاء الله معك استدحانا ازرقي شكرا لك للتواصل الى الغد